الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره الحمد لله الذي لا يخيب من قصده الحمد لله من وثق به لا يكله إلى غيره الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء الظنون بأعمالنا الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله الذي يكشه ضرنا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة وبفرانا اللهم يا ربنا إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت ثقتي في كل كربة وأنت رجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب والبعيد ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة فلك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج عنا فرج عني همي وغمي فرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي يا رب العالمين اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات ويا من ملأ نوره الأرض والسماوات ويا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ويا عالما بما مضى وما هو آت اللهم أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغنني عن جميع خلقك وبحمدك وبمجدك يا إله كل شيء أن تجود علي بقضاء حاجتي إنك قادر على كل شيء اللهم إن كانت عظم الذنوبي وآثامي وخطاياي حالت بيني وبينك بقضاء حوائجي فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم شأنك وأتوسل بك وأتوجه إليك أن تغفر لي وترحمني وتقضي حاجتي وتفرج عني كربتي وما أهمني وما أغمني يا رب العالمين يا عظيم يا رحي من يرجى لكل عظيم اللهم أدخل الفرحة على كل قلب به ألم وأبعد عنه الهموم وارزقه الرضا والسكينة والطمأنينة بك واجعله عيدا مباركا مليئا برضاك يا رب العالمين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقا اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا ربنا يا أرحم الراحمين نستغفرك في هذه الساعة وهذا اليوم من كل فريضة أو جبتها علينا في آناء الليل والنهار تركناها خطأا أو عمدا أو نسيانا وجهلا ونستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركناها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالات بها اللهم إن عصيناك في هذا اليوم جهرا فاغفر لنا وإن عصيناك في هذا اليوم سرا فاسترنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل ابتلاءنا في جسدنا ولا في أهلنا ولا في مالنا يا رب العالمين يا عظيم يا رحي من يرجى لكل عظيم اللهم إنا نستغفرك في هذا اليوم لكل ذنب خطونا إليه برجلنا أو مددنا إليه أيدينا أو تأملناه ببصرنا أو أصغينا إليه بأذننا أو نطق به لساننا أو أتلفنا فيه ما رزقتنا ثم استرزقناك على عسياننا فرزقتنا ثم استعنا برزقك على عسيانك فسترته علينا وسألناك الزيادة فلم تحرمنا ولا تزال عائدا علينا بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البحر والبر صل على محمد وآله وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والسعة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والراحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمنك وجودك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة واليوم المبارك أن تبعد عنا وعن أحبتنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه أمطر علينا وعليهم بركتك وبلغنا وبلغهم أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة اللهم ارزقنا وارزقهم إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء اللهم اكتب لنا ولهم محو الذنوب وستر العيوب ولينا القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة يا رب العالمين يا رب نجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة برحمتك يا أكرم الأكرمين الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره الحمد لله الذي لا يخيب من قصده الحمد لله من وثق به لا يكله إلى غيره الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء الظنون بأعمالنا الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله الذي يكشه ضرنا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة وبفرانا اللهم يا ربنا إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت ثقتي في كل كربة وأنت رجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كربي يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب والبعيد ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة فلك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج عني همي وغمي فرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي يا رب العالمين اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات ويا من ملأ نوره الأرض والسماوات ويا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ويا عالما بما مضى وما هو آت اللهم أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغنني عن جميع خلقك وبحمدك وبمجدك يا إله كل شيء أن تجود علي بقضاء حاجتي إنك قادر على كل شيء اللهم إن كانت عظم الذنوبي وآثامي وخطاياي حالت بيني وبينك بقضاء حوائجي فإني أسألك بجلال وديك وعظم شأنك وأتوسل بك وأتوجه إليك أن تغفر لي وترحمني وتقضي حاجتي وتفرج عني كربتي وما أهمني وما أغمني يا رب العالمين يا عظيم يا رحي من يرجى لكل عظيم اللهم أدخل الفرحة على كل قلب به ألم وأبعد عنه الهموم وارزقه الرضا والسكينة والطمأنينة بك واجعله عيدا مباركا مليئا برضاك يا رب العالمين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يومنا القاد اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا ربنا يا أرحم الراحمين نستغفرك في هذه الساعة وهذا اليوم من كل فريضة أوجبتها علينا في آناء الليل والنهار تركناها خطأا أو عمدا أو نسيانا وجهلا ونستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركناها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها اللهم إن عصيناك في هذا اليوم جهرا فاغفر لنا وإن عصيناك في هذا اليوم سرا فاسترنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل ابتلاءنا في جسدنا ولا في أهلنا ولا في مالنا يا رب العالمين يا عظيم يا رحي من يرجى لكل عظيم اللهم إنا نستغفرك في هذا اليوم لكل ذنب خطونا إليه برجلنا أو مددنا إليه أيدينا أو تأملناه ببصرنا أو أصغينا إليه بأذننا أو نطق به لساننا أو أتلفنا فيه ما رزقتنا ثم استرزقناك على عسياننا فرزقتنا ثم استعنا برزقك على عسيانك فسترته علينا وسألناك الزيادة فلم تحرمنا ولا تزال عائدا علينا بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البحر والبر صل على محمد وآله وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والسعة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والراحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمنك وجودك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة واليوم المبارك أن تبعد عنا وعن أحبتنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وسوء الخاتمة اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه أمطر علينا وعليهم بركتك وبلغنا وبلغهم أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة اللهم ارزقنا وارزقهم إجابة الدعاء وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء اللهم اكتب لنا ولهم محوى الذنوب وستر العيوب ولينا القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة يا رب العالمين يا رب نجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة برحمتك يا أكرم الأكرمين